السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علاء الله وصحبه أجمعين سأحدث اليوم عن وصفة تقليدية ينصح بها أكثر من الناس لأنها تعالج هشاشة العظام وتجبر الكثور كذلك ترمم العظام ومضادة للجهاب وآلام المفاصل ولكن بسبب ترميمها للشقوق فقد تسبب في انسداد وتيبس المفاصل والعضلات أثناء الجبيرة فهذه الوصفة ليست أثناء الجبيرة فحذار منها لأنها تسبب التساق المفاصل فيتعدر على المرود أو المعالج الطبيعي في حل هذه المعضلة الوصفة هي كالتالي ملعقة من السمسم الجنجلان وكذلك حبوب الدخن أو إيلان باللهجة المغربية أو البشنة كذلك تسمى الدرع أو قصب أو كنب تنبت هذه الحبوب الدخن في مناطق الجافة هي أكثر نوع معروف وهو نوع اللؤلؤي يحتوي على البروتينات الفيتامينات والمعادن والمانيزيوم والنحاس والزنك والبوتاسيوم والمالغانيز كل هذه وكذلك مضادة لأكساد الألياف هي غنية من الألياف خالية من الجلوتين تحميس الإيلان في الفرن يفضل تحميسها في الفرن أو في المقلات ويساعد على خسارة الوزن لإحتوائه على كمية عالية من الألياف وتستغرق مدة طويلة إلى انتقام من المعدة إلى الأمعاء وكونه غني بالكاليسيوم فهي وسوى فعالة لجبر الكسور ويجب تحمسه للتقليل من مضادات المغذية لأنه وطي يقلل من تساس الحديد كذلك يسبب انتفاخ الغدى الضرقية فيكون الجسم منتفخه فيقبلنا عليه النساء لزيادة في المناطق الأنتوية خصوصا الصحراويات يعتمدنا عليه في وصفتهم يجب تبخه لاستفادة من منافعه وفي حالة الكسور ملعقة واحدة كافية تحمس السمسم يجب أن يكون لونه ذهبي أو بني فتحمسه أو تخميره يعزز من محتويات هذه البودور السمسم من عناصر الغذائية كذلك تساهم عملية تحمس السمسم وتقصيره من تقليل من محتوى الفيتات والأكسلات وهي مركبات تؤثر في عملية الهضم وتقلل من متصاص البروتين في الأمعاء ولذلك يفضل تناول السمسم محمصا تعزز عملية تحمس السمسم من متصاص بيتامين بيسيس والنحاس والحديد يعد مصدرا غنيا بالبروتين يحتوي على النحاس الضروري لتصنع قريات الدم الحمراء داخل الجسم وتعزيز وظائف المناعة يوفر العديد من المعادل والبيتامينات المفيدة للصحة ومن ضمنها المنغنيز والكاليسيوم وهما مهمان لصحة العذام وبعد تعرفنا على فوائد أقدم وصفة طبيعية ننتزم بالمقادر والمدة المحددة لإستعمالها بعد فترة الجبيرة وأكد بعد فترة الجبيرة نأخذ ملعقة من الدقيق الدخن وكذلك ملعقة من دقيق السمسم بعد التحريق نقوم بخلطها مع زيت الزيتون أو العسل الحر أو العسل الطبيعي هناك من يفضل تجمعها بالشوكولاتة السوداء وأفضل الشوكولاتة ذات جودة عالية واستحسن المصابين بالداء السكر يخلط الوصفة بزيت الزيتون واستغناء عن بذور السمسم هناك بعض الأدوية التي يمكن للسمسم أن يتدخل مع تأثيرها داخل الجسم إذا يجب اكتفاء بحبوب الدخن بالنسبة للمصابين السكري فهناك محادر استعمال هذه الوصفة وهما أصحاب الضغط الدموي وحالات جراحة كذلك دوع استعمال ومضاد للالتهاب ويذكر أن بذور السمسم لها مضادات للالتهاب وتساهم في توقف ألم الالتهاب الركبة لا تنسوا اشتراك روتين الصباحي لدويها شاشة العظام ونقص في فيتامين الد بالنسبة لهذه الوصفة فنفضل خلطها معي غرس أو الزبادي في الصباح بالنسبة للأطفال كذلك ولكن ننصح استعمالها مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط كذلك ممكن تخدام بضل الزبادي كأس من حليب وخلطها مع اللام فقط أو إن كانت الوصفة متكاملة من السمسم والاللام يسربوا على الريق في الصباح ويستحسن عدم أكتار من الحليب حتى لا تتأثر بسمية الكاليسيوم فنعرف مصدر الطبيعي للبيتامين الدفا والسمس وحتى الأسماك لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر